الواضح أن الدولة تعترف أن هناك خلال هيكلي في الاقتصاد العراقي ومتراكم بسبب أحادية الاقتصاد تأثر بدورة الأصول النفطية كما هو معلوم هذا واضح لذلك المنهاج الحكومي الذي ترجم إلى منهاج وزاري لحكومة السيد محمد الشاعر السوداني انعكس بشكل أو بآخر على تركيب الموازن العام للدولة والحقيقة هذه الموازنة بالرغم من كل الجدل الكبير الجدل محترم بالحقيقة أقدره لكن وضعت مصدات بالحقيقة وضعت مصدات مهمة لاستدامة التنمية واستدامة حركة الاقتصاد العراقي واحدة من هذه المصدات هو اعتماد صناديق تنمية لأول مرة هذه الصناديق بها استدامة بالحقيقة في توجيه نشاط الاقتصادي خلق نوع من التنويع تصدي المشاريع السراتيجية الخدمية لذلك يعني كأنما برنامج الموازن لثلاث سنوات برنامج تخطيطي ومالي ما يسمى بالدفعة الكبيرة يعني بيكبوش يسموه هذا اللي بي شيء كبير من التنويع بي شيء من التوازن لقطاعات ملامستها لزعزعة مشكلة البطالة في الاقتصاد العراقي اللي هي بحجوة 16% فعلا على مدى العقدين الماضيين وهذه مسألة خطيرة جدا فأني باعتقادي ما ذكره الأساتذ الكرام هو صحيح وواقع حال هو هذا لكن بالحقيقة شون انترجم شون يدافع عن وجودنا دكتور هم ينطرح السؤال وين الموازنة الاستثمارية في الموازنات القادمة وين هي الموازنة الاستثمارية خلال ثلاث سنوات الجاية نعم نعم المبادرات الاستثمارية خلال ثلاث سنوات ستأخذ محورين بالحق المحور الأول هو إنشاء صندوق تنمية كبير بالحق كأنما يمواثل ويحاكي أعمال مجلس الإعمار في خمسينات القرن الماضي اللي هو يصدى المشاريع السراتيجية كبرى في العراق اللي أهملت أهمال كبير بالحقيقة مع إنشاء عدد من الصناديق الموجهة إلى السوق وتحاكي النشاطات المتوسطة والصغيرة اللي هي هذه النشاطات المتوسطة والصغيرة اللي هي تمتز ستين بالمئة من قوة العمل فلذلك أكون نمطين من الحقيقة في البرنامج الحكومي اللي هو خطة اقتصادية وخطة مالية في آمن واحد فما ذكروا الأساتي الكرام صحيح لكن اليوم إحنا حياة العراق في الثلاث سنوات القادمة متوقفة على هذا البرنامج بالحق هذا البرنامج سيتلقى الدعم الدولي بالتأكيد ما ذكرت معايا المحافظة البنك المركزي من علاقات مع الصندوق والبنك الدولي التي تعرفنا علاقاتنا بـ 79 سنة يعني 80 سنة إلا سنة زين دكتور أريد أسألك بما أنه ذكرت المقاطعة دكتور مظهر اعذرني المقاطعة بما أنه ذكرت 79 سنة أريد أسأل في كلمة بداية اللقاء وهي الدكتور عادها أكثر من مرة وهي كلمة انقطاع كان يقول انقطاع البرامج المتكاملة وهي البنك الدولي وصندوق النقد إلى الآن والآن رح نرجع شنو القصد بالبرامج المتكاملة نعم نعم الآن طبعا عايش معظم برامج هي خمسة أو ستة بالتأكيد يعني بدأ أول برنامج بعد 2003 هو البرنامج دعم الطارق بالحقيقة لبقدامه بعد الصراعات وهذا هو صندوق ساعدنا بشطب 80 بالمية بالحقيقة من ديون العراق في اتفاقياتنا جبالي بعدها صار اتفاقيات استعداد اعتمالي بس كل هذه الاتفاقيات كانت تصير في دورات الأصول النفطية عندما تنخفض أسعار النفط نلجأ للصندوق نحاول ناخذ قروض عندما تتحسن الأسعار نعوف البرنامج وهذا خطر داهم بصراحة ما تحدث عن معاين المحافظ يتحدث عن علاقة مع الصندوق ومع البنك الدولي كمؤسسات ليست إقراضية بقدر ما هي مؤسسات يعني نالج بنك يسمونها مؤسسات معلوماتية يعني تقدم الدعم اللوجستي والمعلوماتي للإصلاح الاقتصادي وهذا ما نطلبه فعلا في الوقت الحاضر ترجمة نانسي قنقر